بسم الله الرحمن الرحيم ووعدتكم في الدرس السابق أن نتحدث هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن الفعلين الثلاثي والرباعي ونحن نقصد الذي في أوله همزة حتى نعرف هل همزته همزة وصف أم همزته همزة قط لاحظوا معي قاعدة الفعل الثلاثي سنمثل لكم بأفعال ثلاثية في أولها همزة في أولها همزة انظروا أتى أتى أكل أخذ أفل أسر أسف أبا هذه الأفعال الماضية كلها ثلاثية كما ترون كل الفعل من هذه الأفعال مكون من ثلاثة أحرف والحرف الأول همزة وحكم الفعل الماضي المبدوء بهمزة أن تكتب الهمزة فيه همزة قط إذن كل فعل ثلاثي في أوله همزة فإن هذه الهمزة تكتب همزة قط والقاعدة نفسها مع مصدره فنقول الماضي ومصدره الماضي الثلاثي المبدوء بهمزة ومصدره الهمزة أيضا في المصدر ستكون همزة قط ولذلك أجلنا الحديث عن المصادر مع أنها من الأسماء حتى نتحدث عنها في محاضرة الأفعال لأن القاعدة فيها واحدة لاحظ معي أتى سيكون المصدر إذا فعلت الفعل أتى فإنك قد فعلت الإتيان لذلك قلنا المصدر هو الكلمة الدالة على الحدث الذي يقع عند القيام بالفعل وإذا فعلت الفعل أكل فإن الذي يحدث أكل 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 وأخذ أخذ أخذ وأفل أفولا أفولا وأسر أسرا أسر وأسف أسفا وأبا إباء لاحظوا معي أن القاعدة واحدة فالفعل الماضي المبدوء بهمزة همزة وهمزة قط ومصدره أيضا تكون الهمزة همزة قط وكما قلنا سابقا تكون الهمزة تحتية مع الكسر إي إتيان وتكون فوقية مع الفتح أكل ومع الضم أفول إذن القاعدة الآن كل فعل ثلاثي في أوله همزة واتفقنا على أن المراد بالثلاثي في حال الماضي كل فعل ثلاثي في أوله همزة فإن همزته تكتب همزة قط في حال الماضي وفي حال المصدر طيب بقي عندنا المضارع وبقي عندنا الأمر بالنسبة إلى الفعل المضارع سنؤجل الحديث عنه لأن قاعدة الفعل المضارع في جميع الأفعال واحدة وتأجيل الحديث عن الفعل المضارع سيسر القاعدة بإذن الله تعالى كما سترون إن شاء الله تعالى بقي عندنا فعل الأمر فعل الأمر من الفعل الثلاثي مختلف يخالف هنا همزة قط أما فعل الأمر من الثلاثي فإن الهمزة فيه ستكون همزة ماذا؟ ستكون همزة وصل إذن كل فعل ثلاثي فإن فعل الأمر منه ستكون الهمزة فيه همزة وصل أرجو أن لا تنسوا هذا إذن الفعل الثلاثي الماضي والمصدر قطع وأما الأمر فإن الهمزة فيه همزة وصل كما سترون الآن أتى حين تأمر من الفعل أتى فإنك تقول ائتي همزة وصل ائتي بهذا الشكل همزة وصل هذه الهمزة التي في أول الأمر تكون همزة وصل طبعا أكل لها فعل أمر خاص وهو كل كل وأصله كل ولكن لكثرة استعماله فقد حذفت الهمزة ولكن حسب القاعدة الأصل في همزته أن تكون همزة وصل أيضا أخذ أصلها أخذ فالأصل في الهمزة أن تكون همزة وصل ولكن مع كثرة الاستعمال قالت العرب خذ أفل إئفل إئفل أفل أفل فتكون الهمزة همزة وصل كما ترون أسر إئسر 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 فتكون الهمزة أيضا همزة وصل أسف إئسف إئسف فتكون الهمزة همزة وصل أبا إئبا إئبا فتكون الهمزة أيضا همزة وصل هذه القاعدة تبدو ثقيلة نوعا ما نظرا لاجتماع الهمزتين وسوف أبين لكم أن العرب لأجل ثقة لاجتماع هذه الهمزتين قد تقلب هذه الهمزة فتسهلها فتقول بدل ائتي تقول ايتي فتجعلها يا ولكن المهم الذي أريد أن أنبه إليه الآن أن فعل الأمر من الفعل الثلاثي يختص بصفة أخرى وهو أن في أوله همزة في أوله همزة سواء كان الماضي في أوله همزة أو لم يكن لذلك فعل الأمر من الفعل الثلاثي فيه همزة وصل مطلقا سواء كان الماضي فيه همزة كهذا أو لم يكن مثل أي فعل ماضي على الإطلاق مثل كتبة مثل شربة مثل ذهبة مثل علمة وجميع الأفعال دون استذناء لاحظ هذه أفعال مكونة من ثلاثة أحرف نحن لم نذكرها لأن في أولها همزة فليس في أولها همزة كما ترون ولكن ذكرناها لنبين لكم أن فعل الأمر من الفعل الثلاثي حكمه ثابت في أوله همزة وصل سواء كان الماضي فيه همزة أو لم يكن لذلك من كتبة ستقول اكتب ومن شربة ستقول اشرب ومن ذهبة ستقول اذهب ومن علمة ستقول اعلم لذلك القاعدة واحدة القاعدة واحدة فعل الأمر من الفعل الثلاثي في أوله همزة وصل سواء كان الماضي في أوله همزة أو لا لكن إذا كان الماضي في أوله همزة فإن الهمزة فيه تكتب همزة قطع في ماضيه وفي مصدره وأجلنا الحديث عن الفعل المضارع إذن الحديث عن الفعل الثلاثي قاعدة الفعل الثلاثي تقول الماضي من الفعل الثلاثي الذي في أوله همزة تكون همزته همزة قط وكذلك في المصدر أما فعل الأمر من الفعل الثلاثي فإن في أوله همزة وصل بغض النظر عن ماضيه هل في أوله همزة أو ليس في أول همزة فالقاعدة فيه واحدة أما المضارع من الفعل الثلاثي فسوف نؤجل الحديث عنه لأننا سنتحدث عن الفعل المضارع حديثا مستقلا بإذن الله تعالى